السلام عليكم و السلام عليكم حضراتكم جميعا نحن توقفنا في خلصنا الفصل الأول والثاني من الفايدة المركبة الخاص بجملة الديون بفايدة مركبة والقيمة الحالية بمعادل فايدة مركبة اليوم سوف نتحدث عن تسوية واستبدال الديون طويلة الأجل تسوية الديون باختصار عبارة عن استبدال الديون القديمة الشخص يمكن أن يكون مدينة بعد الديون و يتفق مع الأدائن على طريقة جديدة لدفع الديون أو تسوية الديون بأجال مختلفة عن أجال الديون فهي إما بيدفع قبل استحقاق الديون الموجودة فعلا أو بيدفع بفترة بعدها مع الديون مع الاتفاق مع الدائن يدفع جزء مقدم أو بخلاف ذلك لدينا عدة حالات نختصر على حالتين فقط أول حالة هي تسوية الديون قبل تاريخ استحقاقها فعلشان الديون لو هسوية قبل تاريخ استحقاقها يبقى معنى ذلك أني هجيب قيمتها قبل تاريخ استحقاقها يعني هجيب القيمة الحالية ليه؟ و زي ما عارفين قيمة الحالية هي عبارة عن المبلغ القيمة الإسمية أو أصل الدين فيه مضروب فيه واحد زائد المعدل الفائدة المركبة قص سالب نون اللي هي المجموع المطد لو خدنا مثال بسيط على كده و قلنا أننا عندنا شخص مدين بدين الأول بـ 30 ألف جنيه يستحق بعد 5 سنين الثاني بـ 20 ألف جنيه يستحق بعد 4 سنين الثالث بـ 10 ألف جنيه يستحق بعد 3 سنوات اتفق مع الدائن انه يسدد السندات الثلاثة او الديون الثلاثة فورا او حاليا فعايزين نشوف القيمة الحالية للسندات او هو يدفع الدئية تقريبا وبالتالي هو يستفيد نظير انه يدفع الثلاث ديون قبل معده اللي هو هنسميه قيمة القصم هذا لو كان معدل القصم 8% سنوي معدل القصم من المركض يبقى عندنا ثلاث ديون الدين الأولاني 30 ألف جنيه يستحق بعد 5 سنين والدين الثاني 22 ألف جنيه يستحق بعد 4 سنين 10 تلاف جنيه كلهم طبعا معدل فايدة 1 8% سنوية بفايدة مركبة لو جبنا القيمة الحالية هنستخدم قانون القيمة الحالية اللي هو بيساوي قيمة الاسمية او قيمة الدين في واحد زائد المعدل وواحد زائد المعدل ده في قوس مرفوع لسالب المد يبقى الدين الأولاني عباره عن 30 ألف في واحد زائد 8 من 100 أو السالب 5 وهكذا لغاية الدين الثالث 10 تلاف في واحد زائد 800 أو السالب 3 القيمة الأولانية للدين الأولاني او القيمة الحالية بتاعه تطلع 20 ألف ربعمية وسبعة عشر ودي طبعا أقل من الدين الأصل لاني أنا بجيب قيمته قبل معادة زائد قيمة الحالية للدين الثالث زائد قيمة الحالية للدين الثاني والثالث تطلع إجمال القيم الحالية 43 ألف ستة وخمسين يعني المدين بدل مكان هيدفع حوالي ستين ألف على فترات أو أجال مختلفة هيدفعهم حاليا كلهم على بعض تلاتة واربين ألف ستة وخمسين يبقى نفهم من كده إنه نظير إنه دافع قبل المعاد هي يستفيد بما يقارب سبعتشر ألف جنيه أو ستتاشر ألف تقريبا وتسعمية أربعة وربعين جنيه دي الحالة الأولى طيب هناك مثال تاني على الحالة الأولى برضو شخص المدين بعشر تلاف جنيه بعد خمس سنين وعشرين ألف بعد سبعة سنوات عايز برضو يدفعهم بس مش هيدفعهم حاليا هيدفعهم بعد ثلاث سنين من دلوقتي يعني واحد كان عليه دين بعد خمس سنين واحد بعد سبعة هيدفعهم مع المدينة هو يدفعهم بعد ثلاث سنين طيب عايزين نشوف مبلغ الدين الجديد ده بافتراض إن معدل قصم المركب ستة في المئة سنوية طيب في الحالة دي يبقى احنا عايزين نجيب قيمة حالية للديون الأديمة اللي هي هتساوي القيمة الحالية للدين الجديد ازاي يبقى الدين الأولاني الفرق بين تاريخ دفعه خمس سنين والدين الجديد ثلاث سنين يبقى الفرق سنتين يعني انا هدفع الدين الأولاني سنتين قبل تاريخ استحقاقه والدين الثاني هيبقى أربع سنين قبل تاريخ استحقاقه لأنه ممكن هتدفع بستة والمفروض ان انا هدفع الدين الجديد او المدينة هيدفع الدين الجديد بعد ثلاث سنين يبقى الفرق أربع سنين يعني كده لما اجيب القيمة الحالية الدين الأولاني هستخدم مدة سنتين والدين الثاني مدة أربع سنين طيب يبقى إذن القيمة الحالية للدين الأولاني عبارة عن 10,000 في 1,800 أسي سالب 2 الدين التاني 20,000 في 1,800 أسي سالب 4 مجموعة قيمة حالية للديون الأديمة حوالي 24,741.8 ودي هتبقى هي نفسها القيمة اللي هيدفعها المدين بعد ثلاث سنين طيب هو حصل كده مقابل إنه دفع بدري شوية عن الدين الأولاني بسنتين والتاني باربع سنين استفاد بحوالي 5,288.52 طيب الحالة التانية إن الشخص هيستبدل الديون الأديمة بديون جديد يعني بدل ما كان هيدفع الديون كلها يسويها ويدفعها مرة واحدة لا هو يستبدل الديون اللي كانت عنده قديمة يدفع ديون إيه جديد طيب هنواجه هنا ثلاث حالات يا إما كان عنده دين وجيه عليه تاريخ الاستحقاق وكان ما دفعوش وعد المدة بتاعته وبالتالي أنا لما أجي حسب قيمته يبقى أجيب له جملة ليه لأنه كان مثلا مستحق من سنتين كان مفروض يدفع ألف مثلا طيب قعدوا سنتين تاني بعد تاريخ الاستحقاق يبقى المفروض بقوا ألف وفويدهم ليه وليكن مثلا ألف ومتين طيب الحالة التانية لو الدين في نفس تاريخ تسويه يعني أنا مثلا عندي عشرين ألف هدفعهم في ألفين وعشرين وأنا باتفع مع المدين مع الدائم في ألفين وعشرين يبقى القيمة الإسمية للدين هي هي نفسها عليها عشر تلاف يفضل عشر تلاف طيب الحالة التالتة إن الدين لسه معاده ما كانش جيه يعني وليكنه هو مستحق في ألفين وعشرين وأنا باتكلم إن أنا هدفعه في ألفين وعشرين يبقى هدفعه قبل معاده بسنتين يبقى في الحالة دي هجيب له إيه قيمة حالية يبقى لو الدين كان التاريخ بتاع التسوية بتاعه عدة يعني تاريخ التسوية كان بعد تاريخ الاستحقاق يبقى أجيب له جملة في نفس تاريخ الاستحقاق يترك كما هو قبل تاريخ الاستحقاق يبقى أجيب له قيمة حالية يبقى تاريخ التسوية لو كان بعد تاريخ الاستحقاق جملة في تاريخ التسوية في نفس تاريخ الاستحقاق يترك المبلغ كما هو لو تاريخ التسوية قبل تاريخ الاستحقاق نجيب قيمة حالية والمثال ممكن يوضح طبعا هو في عدة خطوات نجيب قيمة الديون القديمة وقيمة الديون الجديدة ونساوي هذا ويطلع المجهول في التمريد مثل المثال الذي نحن معنا لو في تاجر مدين بـ 60 ألف جنيه مستحقة في منتصف مارس 2010 ومئة ألف جنيه مستحقة في منتصف مارس 2013 ومئة واربعين ألف منتصف مارس 2018 وقد اتفق المدين مع الديون هنا نقف وقف أول من نلاقي كلمة اتفق يبقى معنا ذلك إن في تسوية ديون ما قبل هذا ما قبل ذلك يبقى دي ديون قديمة وما بعد كلمة اتفق هتبقى ديون الجديد وقد اتفق المدين مع الدائن في منتصف مارس سنة 2013 على أن يدفع له فورا أو حاليا أو نقدا 127.877.1 جنيه يبقى كلمة فورا بتاعني نقدا بتاعني حالا أو حاليا وأن يحرر بالبق كمبيالتين جديدتين القيمة الإسمائية الأولى ضعف القيمة الإسمائية الثانية الأولى متستحقة في 2016 والتانية في 2017 طبعا كل التواريخ منتصف مارس المطلوب هنا نجيب القيمة الإسمائية للكمبيالتين الجديدتين علما معنى معدل الفايدة المركبة 6% طبعا عشان نحل التمارين ده هنعمل ايه اول حاجة عايزين نجيب قيم الديون القديمة طبعا بس احنا ونجيب الديون القديمة هنلاحظ ان فيه ثلاث حالات عندنا الاولاني كان مستحق قبل تاريخ التسوية قلنا ده هنجيب له جملة طبعا والتاني في نفس تاريخ التسوية هيبقى يترك كما هو التالت تاريخ استحقاقه بعد تاريخ التسوية هنجيب له قيمة حالية طب يبقى ايزا هنجيب جملة الدين الاولاني هيبقى 60 الف في 1 زائد 6 من 100 ده معدل الفايدة قس 3 ونستخدم مقنون الجملة ونستخدم مقنون الجملة في 1 زائد معدل الفايدة اللي هو 6 من 100 يبقى 1 و 6 من 100 قص سالب 5 نجيب بالناتج بتاع جملة الدين الاولاني او الكمبيالة الاولى وناتج الكمبيالة التانية اللي هي كما هي والقيمة الحالية والقيمة الحالية للكمبيالة التالتة اللي هي تطلع بالتأكيد اقلي من 140 والجملة اكيد هتطلع اكتر من 100 من 60 مجموعة ديون الاديمة دي كلها تطلع 26 ستة وسبعين ألف وسبع وسبعين من 100 واحد من 10 يجي الديون الجديدة الديون الجديدة هو قال القيمة الاسمية للكمبيالة الاولى ضع في الثانية طيب الاولى ضع في الثانية كلمة ضع في اثنين اثنين لو انت قلت مثلا هي بتساوي اثنين على واحد يبقى اخذ الرقم الكبير للأولى اللي فوق اللي هو في البسط للأولى واللي تحت يبقى للأولى الثانية يبقى اثنين على واحد يبقى الأولى istedi واحد على اثنين و vel 建 Пока وتحت اثنين يبقى الكنبيالة الثانية اثنين سين يبقى لوضاع في اثنين على واحد يبقى القول اثنين والثانية واحد لو نص أو تلت يبقى واحدة على ثلاثة يبقى الأولى واحد والتانية ثلاثة سين طيب يبقى إذا قيمة الحالية الكيمبيالة الأولى بتساوي اثنين سين في واحد زائد معدل الفايدة اللي هو ستة من مية قص سالب ثلاثة هيطلع اثنين سين في واحد وستة من مية قص سالب ثلاثة كل ده يطلع اثنين سبعة وستة من مية قص سين الكمبيلات التانية ستكون صين فواحد وستة مية اصصالب اربعة لمدة الكمبيلات التانية ستكون سينات بساو تسعة وسبعين من مية سين سن و تسعة وسبعين من مية سين كل هذا يتكون سبع وستين سبع واربعين من مية سين يبقى ايزا انا جبت الديون القديمة قيمتها الى 276.077 جنيه واحد من عشر هساويهم بايه بالديون الجديدة الى 327.40 زائد المبلغ النقدي انه وجد اللي يبقى التمرين لو فيه مبلغ نقدي هنحطه في المعادلة مش موجود خلاص مش هنحطه طيب حسابيا كده المبلغ النقدي ده في الشمال هنودي في يمين المعادلة يبقى يروح بالسالب نطرح ده من ده يطلع 148.200 بيساوي 247 من 100 سين طبيب اذا سين بتساوي ايه هتساوي 148.200 على 247 اللي هي كنا بتنقله في المحاضرة يعني البعيد على القريب منها تطلع بكم بستين الف جنيه ده سين ده قيمة الكنبيالة التانية يبقى الكنبيالة التانية تمتها ستين الف ده بالاولى كانت اتنين سين يعني ضعف المبلغ ده او اتنين في ستين الف يبقى مية وعشرين الف جنيه ترجمة نانسي قنقر